السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 24 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في البرج الجدي وفي ساعات متأخرة رح ينتقل لبرج الدلو الساعة 11 و29 دقيقة من مساء اليوم الأحد القمر رح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 12 و18 دقيقة بعد منتصف لليوم الأربعاء لينتقل بعدها لبرج الحود طبعا القمر موجود الآن في منزلة سعد بلع وهي منزل إلى العلاج والفراق واتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 25 دقيقة مساء بعدها بده ينتقل لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجدي أغلب اليوم معناته استقرت الأمور الآن منصير أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا حل أشياء كانت بتأرقنا ممكن هيك لأنه بصير في قدرها على فصل الحواس أنه الواحد يركز بشكل أكثر في الأشياء اللي بتأرقوا يجدلها حلول طبعا الستات في هاي الفترة بيصير عندهم بعض المشاكل لأنه بيحسوا أنه أزواجهم بيصيروا مش رومانسيين ومش عاطفيين طبعا لأنه القمر في برج الجدي يعني بيحيد العاطفي على جنب هيك بيحطها في الفترة هاي مندرك أمور مش سهلة بالنسبة لأنه البعض ممكن يكون متشائم أو عنده وسواس أو حاسس أنه الدنيا مش سهلة مع زيادة عن اللزوم علينا أن نعمل بجدية أكثر عشان نحقق أي أمر فما لازم نعتمد على الحدود نهائيا يمكن البدء بعمل جديد أو مقابلات أو تقديم طلبات عمل أو الاهتمام مثلا بأشياء تكون مميزة زي شراء آثار قطعة تحفي أشياء من هذا القبيل واتباع نظام غذائي أو برنامج لإعادة التأهيل الصحي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين يعني زي عقد جديد تأمين جديد مراجعة لأخذ حقوق من شركة تأمين برضو بمشي الحال بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي شيء له علاقة بالروتين من من اللي بسرعة بدنا أي إشي فعشان هيك هذا بينعكس علينا سلبا بيخلينا عصبيين فلازم أنه نكون عندنا نوع من أنواع الصبر في أي مسعى من نتحرك فيه لأنه شوي ممكن عند أي انتقاد ننفجر في أي شخص بيتعامل معنا يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاط طمام جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا هذولا حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عنهم لأنه أي انتقاد ممكن يعني يولع في الدنيا وتصير أنت السبب في يعني ذهب مش عارف إيش بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تطليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 11 و27 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية وعلاقاتنا والاستفادة منها وممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع المفاجآت اليوم حد يفاجأك بشيء مميز وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض برضو كمفاجآت أو منحب أنه نهديهم أو أشياء من هذا القبيل وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والمهلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نيبتون وهاي زاوية رح تكون الساعة 5 ودقيقتين بعد العصر هاي زاوية بتخلي خيالنا بأقصى حالاته يعني الأشخاص اللي بيعتمدوا على أمور لها علاقة أو بيشتغلوا في مجال الفن والديكور تجميل تصميم بيبدعوا بشكل كبير وبرضو بتعزز من سرعة البديهة عنا بشكل أكبر فعشان هيك هاي الفترة اللي بيشتغلوا في المجال الفني في التهليف في الديكور زي ما حكينا ممتازة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 5 دقائق مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة لأنه بصير العقل زي ما حكينا بحكم كثير من المسائل فعشان هيك بنقدر أنه نجد بعض الأخطاء اللي موجود فينا أو العيوب ونعدلها وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص أمور إلها علاقة إما بصناعة الأغذية أو بمكانة المرأة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر السلبي رح يبدأ ساعة أربعة وخمس واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 11 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لينتقل القمر بعدها لابر جدله هذا بيعني أن هاي الفترة اللي هي السلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو أي أمر أي أمر في حياتنا مهم نحاول أنه ما نعمله في فترة خلو المسار ولكن لو بدأنا في قبل خلو المسار وإجاد فترة خلو المسار نكمل في عادي ولكن المهم ما تكون البداية في فترة خلو المسار أما بالنسبة لانتقال القمر طبعا رح يكون الساعة 11 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر بوصل لبرج الدلو فعشان هيك شوي بنحاول أنه نكسر الجمود اللي عانينا منه طيلة النهار اللي هو الروتين فمنصير بدنا تغيير نوع من أنواع التغيير لأن الروتين ما بينفع أساسا لما يكون القمر موجود في برج الدلو فمنصير بدنا نكسر الروتين وبدنا ننطلق فعشان هيك لازم نستغل هاي الفترة بالعلاقات اللي جتماعية وتعزيزها والاستفادة منها أو الانضمام لنادي أو مجموعة من الإصدقاء أو حفل مثلا أو تجربة طريقة جديدة للحياة بمين الناس من حولنا للتصرف بشكل منطقي والتصرفات يعني بتصير مدروسة أكثر برضو بإمكاننا أن نكون صداقات جديدة نغير من مظهرنا نحاول نهتم بشعرنا بتجميلنا أو شراء بيع أو الاهتمام بما يتعلق بمجال الإلكترونيات والتكنولوجيا لأنه برضو على المستوى التجاري هاي الأشياء بتنشط باليومين هدول وبرضو على مستوى هيك يا حابب أنك تطبخ لك طبخة زاكية جديدة أو تجرب أمور زي هيك برضو فترة مميزة بالنسبة للأعضاء اللي في الجسمنا الأكثر حساسية طبعا بما أنه طول اليوم بنا نعتبرها حتى مع فترة خلوة المسار رح يكون القمر موجود في برج الجدي معناته بالضل الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأربطة ولكن هنا الجلد والشعر فهدولا أكثر حساسية هسا منحكي ليش والطحال وجهاز التوازن فعشان هيك بما أنه الجلد والشعر معناته اليوم أي مواد كيموية ما تنحط على الشعر وأيضا أي عملية لإزالة الشعر بالليزر عشان ما يتهيجش الجلد ويلتب بلاها وفي نفس اللحظة أي عمليات تجميل إلها علاقة بالبشرة تنظيف بشرة ومش عارف إيش وهي الأمور حاولوا تبعدونها عشان الالتهابات أجلوها لأيوم غد بتمشي الأمور ولكن يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي الحنة القص العلاجي يصلح في هاي الفترة لأنه القمر لسه في مراحل النمو ولكنه يعني زي ما حكينا إزالة الشعر الزائد بالليزر ما بنصح فيها بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا الأعضاء اللي ذكرناها هاي لا تصلح للعمليات الجراحية إلها اليوم إلا إذا كانت اضطرارية جدا ولكن ممكن إذا كانت اضطرارية زي ما حكينا باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة بإمكانكوا هاي الأعضاء عمل فحصات أو مراجعات طبية أو أخذ علاجات لا إلها ما فيه أي مشكلة بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ ساعة 12 و 38 دقيقة من ظهر يوم الثلاثاء هذا خلو مسار شوي رح يكون طويل يعني مدته تقريبا بحدود الـ 12 ساعة فعشان هيكه رح يبدأ من ساعاته ظهر 12 و 38 دقيقة ظهرا ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن المحدب عمره 10 أيام في تمام ساعة 12 و 24 دقيقة ظهرا بصغير 11 يوم نسبة الإضاءة 73% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحسي بنسبة 10% الآن في ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في الجدي وبدو ينتقل للدلو زي ما حكينا في ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم ولكن انتقاله للدلو رح يضل يعني القمر في الدلو لأيوم 27 تسعة سعيد الآن هو بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يعتبر من الأيام المميزة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات عمل أو مقابلات عمل واللي بيعملوا برضو اليوم بيقدروا يدفعوا بمصالحهم ويحافظوا على إنجازاتهم القائمة أو إنجازاتهم على مستوى عملهم أو مكانتهم حاولوا أن ما تنفعلوا هدؤوا من روعكم وخصوصا في ساعات الصباح واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات وإحرصوا على لجم هذا شعرت ببدايتها اليوم يعني يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك حاول قدر الإمكان ما تشوه سمعتك بيت صرف ركز على عملك على ترفيع على ترقيه على إثبات جدارتك أما من ساعات المساء المتأخرة هنا القمر رح ينتقل لبيت قوي جدا بالنسبة لإلك فتلتقي بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة والأجواء بتصير جيدة اجتماعيا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا رح يظل النشاط عالي جدا على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة وتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بعض موليد برج الثور رح يكون عنده كثير من التحركات أو يكون عنده رحلة أو يروج لعمل أو اللي بيشتغلوا في المجال التجاري بيبدعوا بشكل جيد أو ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية خلال هذا اليوم ولكن بدكوا تعززوها أكثر فأكثر عشان يعني تكونوا الأمور لصالحكم بشكل مثالي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم برضو رح يبدع بشكل جيد أما من ساعات المساء المتأخرة لا يوصل القمر لبرج الدلو فهنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم الاجتماعية وعلاقاتكم بالمسؤولين والأمور اللي إلها علاقة يعني بالسمعة والدفاع عن السمعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي هي المال اللي معك شريك فيه يعني بنك ضريبة تامين زوج زوجة هاي أموال مشتركة معك شركة يعني مش مالك الحر اليوم بيفتح لك فرصة لحل مساء المالية تتعلق في هذا المال أو فرصة جديدة لمكسب مالي ولكن بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء لأنها فترة شوي مناسبة للاطلاع على أراء الغير أو الأشياء المدفونة أو كشف أسرار اللي حواليك فعشان هيك بدك تكون هادئ وتعرف تركز بشكل جيد ممكن تتلقى اليوم مساعدة أو تعاطف ولكن لازم تكون يعني ضابط نفسك على الآخر وتتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات المساء هنا مشاط عالي جدا لأنه في حدث معين رح يخليك تتحرك باتصالات وسفريات أو حوارات وحتى كثير من موليد برج الجوزاء رح يكون لهم اتصالات مع أشخاص يا أجانب يا خرج البلاد بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل القمر موجود مقابلكم طيلة اليوم لغاية ساعات المساء عشان هيك شوي الأجواء مش مناسبة كثير بالنسبة للسرطان لكنها مناسبة لا تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل في العاطفة علاقاتكم مع زوجاتكم أو أزواجكم لمصالحة أو اتفاق على خطة معينة اليوم مناسب للأشخاص اللي حابين يرتبطوا أو يوتدوا العلاقة اللي تتطور لمرحلة زواج أو خطبة أو أشياء من هذا القبيل أو توقيع عقد تجاري فترة شوي بضرده زي بنرجع للموضوع إنه طاقتك ضعيفة بظل في نوع من أنواع الضغط وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات لازم تضبط أعصابك بشكل جيد وما تتماشى مع الأمور لأنه أنت الحلقة الأضعف في ساعات المسائل المتأخرة هنا التركيز رح يصير على الأمور المالية على الميزانية حاول أنك تدخل تعديل على نمط حياتك حاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً الآن بلش فيه ضغط يعني على موليد برج الأسد فيه ضغط موجود بسبب أنه القمر في البيت السادس وبيقترب من البيت السابع فبلشت الطاقة تنزل يعني اليوم كله التركيز رح يكون على العمل ونجاز بعض الأعمال المتراكمة الاهتمام بالأمور الصحية مراجعات طبية أو الاهتمام بأدوية وعلاجات أو حتى ممكن مشئلكم لغيركم ولكن الاهتمام رح يكون على العمل على الصحة طيلة اليوم حاولوا أنكم تتمموا عملكم ركزوا على الأعمال الضرورية لأنه في منكم ممكن يعمل لوقت إضافية أو ساعات إضافية أهم شيء أنه برضو ما تهملوا صحتكم وما تدخلوا بأي مواجهات مع زملائكم بالعمل من ساعات المساء طبعا المتأخر القمر بصير مقابلك تماما هنا الطاقة بتنزل بشكل ملحوظ تماما وبصير فيه نوع من أنواع الوهن أو شعور بالتعب الصحي فحافظوا على صحتكم بشكل جيد ممكن شوي تهتم بموضوع الزوج زوجي موضوع شراكي حل مسألة فترة جيدة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم برضو بظل من الأيام المميزة لأنه في عندكم رغبة لتواصل مع الأحبة مع أبناءكم لترفيه لتجميل لممارسة الحظ يعني طاقة حلوة موجودة حواليكم وأنتم راح تكونوا مميزين إذا تحركتوا بهذا الاتجاه فعشان هيك حاولوا تتعاملوا مع أحبائكم بدون فرض السلطة والرأي وبرضو في نفس اللحظة حاولوا قدر الإمكان أنه يعني ما تبلغوا في الحضوض الأجواء جيدة ما بحكي أنه يعني فيها خوف ولكن زي ما حكينا خلوا علاقاتكم مع أبناءكم مع العائلة بالأمور اللي حكيناها تكون بميزان ما تبلغوا بالمصاريف أما من ساعات المساء هنا القمر بدو ينتقل للبيت السادس يعني الأمر راح يصير إلوه اهتمام بالعمل وبالصحة أكثر فبدكوا تحاذروا من بعض التراجعات الصحية أو الجزء النفسية أو الصح اللي لها علاقة بمراجعة طبية أو صحة أحد الأحبة وحاولوا إذا شعرتوا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم راح تبدأ بمرحلة جديدة هاي المرحلة راح تكون فيها هيك نوعنا نوع التقلبات الملفتة للانتباه فعشان يكمن الآن ولغاية ساعات المساء بيظل التركيز على أمور العلاقة بالبيت بالعائلة بالسكن بالعقارات بمشاكل عائلية حل مشكلة اجتماعية عائلية وبتجدوا نوع من أنواع التعاون من بعض أفراد العائلة في بعض المسائل ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية الأجواء شوي متوترة وحاول أنك تراعي وضعك الصحي ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات المساء المتأخرة هنا بتبلش رغبتكم في التقرب من أحبائكم تفاهم معهم مصالحة بتفرحوا لانفراج برضو لمسألة معينة ممارسة هواية الاهتمام الشخصي أو تختم بنفسك فهاي بتصير فترة مميزة كثير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط عالي بالسفر بالاتصالات بالتحركات بالنقاشات بالحوارات بالإقناع حتى بسرعة البديهة وقدرتك على تحليل الأشخاص رح تكون بأوجها بوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانكم تعززوا العلاقة اليوم أخ معجار أو يدعمك مثلا وبتدعمك الحضوض بشكل جيد وممكن تكون اليوم حتى أكثر جراءة في التعبير عن رأيك وبتمتع زي ما حكينا بسرعة بديهة عالية جدا لأجواء لطيفة وبتحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أو البدء بدورة تعليمية بمسألة ما أما من ساعات المساء المتأخرة وانا خلاص كأنه يعني صار مجال أنك تدخل فترة من الراحة فبتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضغطة لأنها شوي ممكن تثير اضطرابك أو تستفزك في بعض الحركات ضبط الأعصاب وطلوب ما تكبر الأمور أو ممكن يكون في حدث عائلي يعني الفت انتباهك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا التركيز رح يكون اليوم على الأمور المالية بتحاول قدر الإمكان إنك تعمل حالة من يعني الانقاذ بدك تنقض الوضع بدعم مالي معين اليوم بيفتح لك هذا المجال فعشان هيك في فرص مالية أغلب هاي الفرص دائما بتيجي من عمل إضافي من صفقات من نسب الشغلات زي هيك ولكن بتكونوا حذرين من المفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموال ولكن بتكونوا عاقلين بصرف الأموال ومجزوا وحاولوا انك تتأكدوا من المعطيات قبل ما تدخل برهان أو مغامرة مالية ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فكر بشكل جيد أما من ساعات المساء هنا النشاط بزيد أكثر بزيد عندكم بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات بالنقاشات يعني الأجواء بتصير جيدة والنشاط عالي جدا وتفتح لك فرص أكثر إيجابية برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبير اليوم عندكم نشاط عالي جدا بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة بإمكانكم أنكم تعملوا أي شيء ليكون لمصلحتكم حتى على المستوى الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كانت ضغطة بشكل كبير أنت اليوم يعني عندك حكمة عندك واقعية لحل الأمور ولازم تتحلى فيها أكثر فأكثر بتشتد عزيمتك لأي هدف أنت بدك تتجه يعني باتجاهه راح تقدر تحققه بترتفع المعنويات بتستطيع أنك تسيطر أو تستعيد سيطرتك بشكل مباشر في ساعة المساء هنا التركيز راح يصير على الوضع المالي هنا يعني بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ولكن حاولوا أنكم ما تغمروا بالأمور المالية لأنها فترة يعني حذرة ماليا ومعنويا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يوم ثاني برضو ضغط عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك منقول أنه بيتطلب منكم هذا اليوم لغاية ساعات المساء لانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهد وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي موضوع معين أو مشروع أو تعاني من تراجع معنوي أو حتى ممكن تلغي موعد أو يلتغ الموعد غصبة عنك لأنه الفترة مش لصالحك على المستوى الصحي راقب وضعك الصحي إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع الطبيب وحاول أنك ما تحزم أي أمر لأنه هاي الفترة زي ما حكينا فترة سلبية ومخيفة للآمل من ساعات المساء المتأخرة لما يوصل القمر لعندك هو أنت من ساعات المساء رات تشعر أنه بلشت الأمور تتحسن شوي شوي وتستعيد نشاطك وحيويتك وبشكل واضح فيه نوع من أنواع العزيمة عندك لا يعني تكسر كل الحواجز في ساعات المساء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتدت ساع اليوم عندك الآفق بشكل كبير وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو مرحلة جديدة أو تتعرف على أشخاص يدعمونك بشكل مباشر برضو عندك قدرة لتعزيز شعبيتك وممكن تحصد أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك يعني في دعوات في لقاءات كثير اليوم وبتجد أن الضغوط بلشت تتخفي شوي شوي طبعا هذا الأمر ما رح يطول لأنه من ساعات المساء القمر بيقترب لبيت المتاعب فعشان هي من ساعات المساء المتأخر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم وحاولوا أن تتجنب واتخاذ قرارات حاسمة في فترة خلو المسار وما بعدها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر